رجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل أخبارنا العالمية هنروح لكرة القدم العالمية وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي ماجد الصاحب عم بيئة 90% من تذاكر كاس العالم للأندية أشار الصاحب بقى في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي اليوم الخميس طبعا كان النهاردة الكلام ده إلى أن عدد المتقدمين لشراء التذاكر بلغ مليون ونصف مشجع يعني مليون ونصف مشجع رقم كبير جدا ومن مئة جنسية وأوضح أن أكتر الجنسيات شراء للتذاكر في مونديال الأندية كانت طبعا السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا طبعا وجود منشستر سيتي خلى إنجلترا ووجود فرامينجو خلى البرازيل وطبعا النادي الأهلي هو الجالية المصرية كلها تروح تتفرج على منشط النادي الأهلي لكن لأول مرة في تاريخ كاس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لستة أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد دي حاجة طبعا تحسب ليه الأشقاء في السعودية وتابع الصاحب أن حافلات النقل التردودي لنقل الجماهير في كاس العالم للأندية ستنطلق من موقعين قبل المباراة بأربع ساعة طبعا تجهزات على أعلى مستوى من المملكة العربية السعودية لكاس العالم للأندية والحقيقة هنشوف النسخة اللي فاتكت مميزة وإن شاء الله هنشوف نسخة السنة دي مميزة جدا